رجعنا وياكم مشاهدينا بساعتنا الثانية ببرنامج يوم جديد نتمنى انه تستفادوا من هذه الساعة خصوصا هذه ساعة تضمن فقرتين جدا مهمات اللي محورنا لهذا اليوم وفقرت الأبراج بعدها مشاهدينا طبعا اكون موضوع احنا دائما ما يعني صاير ويانا هوايا انه احنا ننسى مرات ننسى شغلات جدا مهمة ننسى موعد ننسى شغلة مهمة لازم احنا نروح نسويها ونذكر شغلات يعني كل السطحية او يعني مو ذات تأثير بيومنا مرات نذكر شغلات بعيدة صارت ويانا مثلا بطفولتنا وشغلات قبل اسبوع صارت ننساها بتفاصيلها هذا السبب ليش وليش ليس صير وليش وشن المسؤول عنه هل هو الشغلة عضوية بتركيبة الدماغ ام نفسية تفاصيل هذا الموضوع طبعا ارقامنا مفتوح امامكم من اتصال مشاركتنا بهذا المحور تفاصيل هذا الموضوع مع الدكتورة شيما عبدالعزيز افتصاص علم نفس يسعد صباح الدكتورة صباح الخير وصباح الخير على كل مشاهديكم اينما كانوا اهلا دكتورة الله يخير نسيان يعني اني اليوم اتذكر شغلة صارت ويايا واني عمري خمس سنين اكيد اوكي ممكن انه شغلة صارت ويايا قبل بهذا الاسبوع اللي مضى يجي احد يحشيل ياها لا ما صار يتشي لا ماكو لا شون السبب اللي خليني اذكر قديم وانسى قريب اكيد هي الشغلة شغلة النسيان او عملية النسيان هي من عمليات العقلية يعني الها تماث بالدماغ وعمل الدماغ نعم وكيفية خزن المعلومة حالها حال بقية الامليات التفكير الانتباه كلها تأثر بعملية التذكر والنسيان هي عملتين مرتبطة ببعض كيف اخزن المعلومة وكيف انه هي لها هاي المعلومة طبيعة الدماغ البشري يخزن الاشياء اللي ما عنده يفرق انه هاي معلومة هي مهمة او غير مهمة لكن ممكن ان اللي هي لها تماث بالمستقبل ممكن يخزنها للمدى البعيد يعني اللي لها تماث بالمستقبل احيانا ضخ المعلومات احيانا بتداخل المعلومات يمحيلش معلومات ويبقي على معلومات ايضا التكرار يثبت المعلومة بحيث عندما تحاولين تستدعيها تستدعيها بسهولة لان تكررت اكتر لان الها تماس بحياتك الها علاقة ببقائك على الحياة فتسترجعيها الها تماس ايضا بمشاعرك مثلا الحزن الفرح الكآبة الموقف كله الى تماس انه ممكن يستدعي بسهولة هذه الاليات العمل هايوية الكل تعمل بهذه الطريقة يعني اكو اشخاص مثلا تقول لي اعني امسط شي كطالب مثلا تقول لي احفظ كرر كرر لان نفسه اكثر مرة راح تحفظه تلقي كرر قولي عشرين مرة كتابة وقراءة وما ان يسد الكتاب ينسى الموضوع ينسى انه واشتان يقرأ هل دائما التكرار ينفع ويساعد في عمليات التذكر نعم اكيد التكرار ينفع في عمليتك طيب مراتو حد كرر وما يذكر ليس كل البشر انه عمل الدماغ يعمل بصورة سليمة واعتيادية اكيد اكو فروقات بين البشر اكو اللي يحفظ من مرة واحدة بس يسمع حفظ بدون ان احيانا ما يحفظ الا من خلال مرتين وثلاثة يقول ليشاني مو من مرة مرتين وثلاثة واحيانا الشخص التركيز عنده ضعيف ما يركز باله مشغول بيعني عمل دماغه مشغول باشياء اخرى بانه متى يتم هذا العمل حتى يروح مثلا الطالب يروح يلعب او يروح يطلع نزهة فيكون الدماغ ما مركز على لهذا نشوفه ينسيه اول ما يسد لان شغل دماغه الدماغ بده يعمل على اشياء ليس لهذه لهذا اللحظة ينسيه نعم ينسى وهاي تحصل كثير عدة طلاب ايضا هناك قلق الحالات النفسية تأثر على طريقة الخزن والاسترجاع للمعلومات او للأحداث او للأمور اللي تمر بنا لهذا مثلا القلق القلق يصاحب الطلاب احيانا اغلب الطلاب باثناء الامتحان يصاحبهم قلق يقول له تاني كلش حافظ وكلش قاري ولكن اول ما دخلت الامتحان نسيت المال بث احيانا عامل الانفعالات او الانفعالات ومنها القلق المبالغ به قلق اللي يصاحب الامتحان يقطل عمل الدماغ باسترجاع المادة يقول له اول ما طلعته من القاعه كلها ذكرته كلها ذكرتها كلها رجاء اذا اكو عوامل تساعد على الاسترجاع السريع واكو عوامل تعيق هاي العملية عملية التذكر لهذا اني اقول دائما التذكر والنسيان عمليتين مترابطة نشبه عمل الكمبيوتر بعمل الدماغ انه كيف تخزنين المعلومات ريديها للمدى البعيد تريديها بعد فترة تنمسح ما تريديها الثقل الحاسب ايضا الدماغ احيانا يثقل بالمعلومات لازم نسوي له ريستارت حتى انخز يعني ان نراخر المعلومات المريدها نحتفظ بمعلومات ريديها ورفرش وريستارت من جديد يعمل زين لهذا يسوي الريستارت نعم لهذا احنا الفرصة للطالب بين درس ودرس هي مو اعتباطية خلوها خاصة للدروس مثلا اللي يحتاج لها انتباه وحفظ وخزن للمدى البعيد يضطو فرصة متقل عن عشر دقائق ليش هاي العشر دقائق للراحة الجسدية نعم للدماغ يضطو حتى المعلومات اللي اخذها بهذا الدرس انه الدماغ يبدي يبو بها وينظمها ويخزنها بالطريقة الصحيحة حتى لا تنمسح لكن طلع الطالب من مادة ودخله في مادة اخرى هاي قردي رح تنمسحها المادة ليش لاندخلنا معلومات جديدة على معلومات سابقة من طين الدماغ يأخذ فرصته بان يرست المعلومات ويفصلها ويبو بها ويحفظها بالبداية يتنحفظ بالذاكرة انا يقولهم الاجزاء يعني دماغنا هو عبارة عن اول شي ذاكرة حسية مباوع الاشياء والمؤثرات اللي اللي تدخل دماغنا كل الاشياء تدخل دماغت هاي كلها دخلت الى دماغت وين بقت بقت بالذاكرة القريبة من توصلي مثلا تقولهم والله لو تشوفون شون شفت مثلا اعلان مو طبيعي بقى بدماغت لكن بعد فترة هذا ما يمس حياتك ولا رحي للمستقبل الى علاقة شي يسوي الدماغ يبقي خلال اليوم اذا ما يحتاج يتي يبعده لكن اذا يمس حياتك مثلا انتي تريدين طبيب ولاحظت انوان طبيب او قطعة طبيب فاش رحي سوي الدماغ انتي انتي مثله فاش راح يسوي راح يخزنه وين يبعده يبعده من الذاكرة القريبة اللي ممكن تنمسه يبعده للذاكرة البعيدة المدى تبقى مخزونة ممكن بعد اسبوع انتي تقولين والله مريته هذا الطبيب تسترجعي ليش لانشان الى تماس بحياتك فتذهبين الى للطبيب في حين ما تتذكرين القطعة اللي مريتي بها اللي الغريب اللي جذبة انتباهت حفظتيها لفترة قليلة وانتهت او سمعت موسيقى وانتهت نعم طيب نعم يعني المرة اني سعي للطبيب انو من شكت يبدى الانسان بالتذكر نعم قال من عمر ثلاث شهور يبدى دماغه على الحفظ والتذكر وتكوينا الذاكرة نعم تكوينا الذاكرة تبدو من ثلاث شهور احنا اللي هاي من النوادر يعني حالات نادرة جدا انو تكون مرضية انو الانسان يتذكر تفاصيل حياته المملة من بداية تكوينا الذاكرة لحد يعني اخر يوم بحياته مرات تمر علينا مثلا اليوم اني اتصلت بدكتورة شي ما اخذت من عدها موعد عمل نعم على مثلا باشر الساعة خمسة وموعد عمل جدا مهم يجي باشر تجي ساعة خمسة يروح باشر وتروح ساعة خمسة اني ناسي الموضوع نعم هذا موضوع مهم وإلى تماسب حياتي ليش نسيتك نعم اكيد الضغوطات اللي الضغوطات الحياة انشغال الانسان بتفكيره بامور اكثر من طاقته النفسية والانفعالية وعمل الدماغ رح يعيق تذكر هذه المواعيد لماذا لان هذه المواعيد احيانا هي روتين عمل انه عمل يستدعي ان تتصليم بفلان وفلان لمثلا للقاء او لموضوع معين فتنشغلين بامور آنية يعني ضغوطات حياتك الانية هي يبدي الدماغ يبدي عمله بهذه الاشياء فيعيق تذكر الاشياء المهمة وتذكرين الاشياء اللي هي ما لها معنى او ما لها تماس بحياتك او هي مخزونة منذ فترة بعيدة وتنسين الاشياء المهمة مثلا الموعد لماذا لان انتي محاطة بضغوطات ده تبعد دماغج ان يتذكر الاشياء اللي تحتاجيها الان مثلا او بكرة فتبدي يبدي دماغج يطيش اعازات باشياء هي غير يعني تشغلين دماغج بالاشياء اللي الانية اللي ده تسبب ضغط على دماغج فيعيق استرجاء او تذكر موعد مهم طيب شوكت النسيان يصر حالة مرضية نعم علينا ان نفرق بين النسيان كحالة طبيعية بسبب التكنولوجيا بسبب ضغوطات الحياة سرعة الحياة وازدحامها او تزاحمها بالاحداث المحيطة بالافراد خاصة الافراد اللي هم اصحاب الاعمال يعني الاعمال اللي يحتاج لها فكر مثلا انه انه تقرين وتحفظين تفاصيل هواي تفاصيل هواي تفاصيل هواي تفاصيل هواي تفاصيل هواي خصوصا اللي يتعمل بالارقام بالارقام وبين الاشياء اللي هي او الاشخاص اللي هم فارغين يعني ما عندهم هاي الضغوطات الحياة اكيد الضغط رح يولد رح يولد انه رح تنسين كثير من الاشياء الدقيقة او الاشياء المهمة ليش لان ضغوطات حول هذا الانسان في بدي ينسي علينا ان نفرق بين حالتين هل النسيان مالتي طبيعي كثير من كالاني اليوم مثلا انا اليوم دكتورة انسى نعم انا انسى تفاصيل هواي بشوكت انا لازم الاحظ نفسي انه انا نسياني مو طبيعي ونسياني احتمال مرضي نعم كالان الاحظ نفسي نعم او الاحظ القريب مني نعم كثير من الناس هو يخلط بين النسيان كحالة طبيعية بسبب الضغوط بسبب التكنولوجيا بسبب انشغالة وبين النسيان كمرض اللي نسميه زهايمر الزهايمر الزهايمر غير النسيان يبدأ بالنسيان يبدأ بالنسيان يبدأ بالنسيان بعمر معين ممكن ها بعمر معين متى بعمر الاربعين سنة يبدأ بالنسيان كيف النسيان ينسى الاشياء مثلاً تنسين أسماء أبناءه يبدئ ينساهها يعني يبدئ بهذا القوة؟ يبدئ بهذه القوة ينسى يبدأ ينسى يعني ينسى أبناء مثلاً اسم أبناء يبقى يتذكر يريدي تذكر الاسم يريدي يسترجعه تتكرر يتذكره يرجع يتذكره يعني الاسم وكل ما ينمو كل ما يكبر بالعمر كل ما يزيد الحالة أنه يبدئ ينسى يعني بدل ما ينسى الاسم مرة مرتين باليوم يبدئ ينسى طول الفترات ينسى مثلاً أنه أوقات صلاته أنا صليت لو ما صليت في حين هو الآن مصلي يعني أنا صليت له أشياء يعني ينطيش أيضاً العائلة عندها مرض النسيان مرض الزهايمر هذا استعداد عائلي ورافي استعداد ورافي من الأمراض التي تنقل عبر الجينات هو الزهايمر يعني العائلة اللي بيها زهايمر ونسيان احتمال كبير تظهر قد لا يظهر بالجيل الأول يظهر بالأجيال اللاحقة بدليل أنه يقول له كاني لأنه مملح حد عليهم يقول له كاني ما عدنا ما عدنا حد ينسى ما عدنا حد ينسى ما عدنا حد بي مرض زهايمر لكن لو يرجع للأقلة ممكن لجيل السابع القبله أنه هو عنده هاي لهذا هو الأمراض اللي من الأمراض اللي تنقل عبر الجينات هو واحد منهم استعداده نعم هو الزهايمر فعلاماته تبدأ بعمر مبكر يعني وينسى الأشياء اللي لا يمكن أن ينسى ينسى أن يخلي مثلاً مكان الكوب هذا حوله خلي بغير مكان نعم هو يعرف أنه هذا مكانه مثلاً بدلاً ما يخلي مثلاً بالكاون ترح خلي بثلاته نعم أو أثناء المرأة أثناء العمل أو الطبخ بدلاً ما تخلي مثلاً شكر تخلي ملح أو بدلاً ما تخلي طحين تخلي غير أشياء يعني وكأنه شيء طبيعي أدهي يعني لأن الدماغ بدأ يعطل جزء من عمله أو جزء من خلاياه دعم ما يتضرر الجزء الأيمن أكثر من الأيساب قبل كان الجزء الأيمن والجزء الأيسر الجزء الأيمن اللي على اللفظ والجزء الأيسر على الأرقام الآن العلماء يقول لك لا دماغنا صح هو بجزء أيمن وجزء أيسر هو يشبهه بكفين الإيد يقول لك لا هاي الجزءين تعمل بصورة متناغمة يعني الأشياء اللي تدخل للجزء الأيمن إرادياً تنقل عن طريق غشاء بين الجزءين ينقلها ويكون عمل واحد لا يمكن أن أفصل عمل الدماغ أيمن وأيسر بأمارات إنه لو جزء من الثانية صار خلل باستيعاب المعلومة راح يسبب خلل بفهم المعلومة بسرعة عامة يعني السهل إلى الصعب يعني مثلا المعلومة اللي ما تبدي الدرس مباشرة بالمعلومة تربطه بالمعلومة السابقة اللي أخذها بالدرس السابق يالله تدخل للمعلومة الجديدة ليش لين حتى انت شت نشط تنشط مكان التذكر ورح يكون على أهبة الاستعداد لاستقبال المعلومة الجديدة فربط المعلومة السابقة باللاحقة هايدا ينشط عملية التذكر ويمنع النسيان وبهذا نقول التكرار مهم لخزن المعلومة واسترجاعها بأوقات لاحقة معنات يا طلابنا إنه من الدرسون مواتكم حاليا بفترة الامتحانات درسوا بطريقة سلسة عدلة مون أكون شغلة يسوها الطلاب مرات إنه مثلا أنا مليت اليوم من الرياضيات يلا خل أحول على الكيميا لا هايا ما راح تخليك لا تذكر الرياضيات ولا راح تخليك تذكر الكيميا أبقى بالمال أخذ رست من نفس المادة وأرجع لها نفسها لا تتركها نهائيا دكتور شيماء عبدالعزيز شكرا إليت وأتمنى لتش ويكند سعيد شكرا شكرا إليت وشكرا لكل مشاهدنا شكرا مشاهدينا طبعا